مرحبا بكم فمعظم أفكار هذه الحلقات أستلمها من أسئلتكم واستفساراتكم تخيلوا معي أن شخصا في القرن التاسع عشر اكتشف العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية والضوء بتفكيره العميق وقدرته الفذة على ربط المعلومات هذا الشخص هو جيمس كليرك ماكسويل وبعد أن نوضح معادلات ماكسويل سوف أوضح في نهاية الحلقة كيف توصل العالم ماكسويل بعقليته الفذة وبراعته في الرياضيات من اكتشاف سر الضوء وأيضا سأوضح لك عزيز المشاهد لماذا الضوء عبارة عن موجتين كهربائية ومغناطيسية هذا الاكتشاف مكن أينشتاين من حل سر فشل تجربة مايكلسون مورلي وبضع نظريته النسبية الخاصة التي غيرت مفاهيمنا عن الزمان والمكان لدرجة أنه عندما قال البعض لأينشتاين أنه يقف على أكتاف ميوتين كان يصحهم قائلا لا أنا أقف على أكتاف جيمس ماكسويل الرجل الذي لم يلهم أينشتاين فحسب بل هو إلى حد كبير المسؤول عن وضع وابتكار المعادلات التي يستقدمها كل مهندس كهرباء في تصميم أي جهاز تكنولوجيا استخدمه اليوم مثل الجوال والتلفزيون وجهاز الكمبيوتر والثلاجة ومصابيح الإضاءة وأفران المايكروويف والسيارة كل هذه الأشياء يقف خلفها مهندس استخدم إحدى معادلات ماكسويل في تصميمه لذا ابقوا معي حتى النهاية لنعرف كيف تمكن ماكسويل من كشف سر الضو ولماذا الضو يتكون من موجتين موجة كهربائية وموجة مغناطسية هذه المعادلات الأربعة التي تظهر أمامكم على الشاشة تسمى بمعادلات ماكسويل تكريماً للفيزياء الاسكتلندي جيمس ماكسويل الذي نشرها في عام 1865 سنقسم الحلقة إلى ثلاثة أفسام في القسم الأول سنقوم بتقديم وصف مبسط لهذه المعادلات وماذا تخبرنا وفي القسم الثاني سوف نشرح فكرة كل معادلة من هذه المعادلات الأربعة أما في القسم الثالث سوف نوضح كيف تمكن ماكسويل من اكتشاف حقيقة الضو تبدو هذه المعادلات صعبة ومعقدة وخصوصاً أنها تعتمد على مواضيع متقدمة في الرياضيات وكما ذكرت في المقدمة كل معادلة من هذه المعادلات تحتاج إلى حلقة لشرها ولكنني سأحاول أن أقدم لكم المفاهيم الفيزيائية التي تضمنها هذه المعادلات ولنبدأ مع الجزء الأول وهو الوصف المبسط تخبرنا معادلة ماكسويل بصفة عامة أنه إذا كان هناك جسم مشغون وثابت لا يتحرك فإن هذا الجسم المشغون سيؤثر فقط على الشحنات الأخرى وإذا كان لديك مغناطيس ثابت فإنه سيؤثر فقط على مغناطيسات أخرى لكن إذا كان لديك شحنة متحركة فإنها ستؤثر على مغناطيس وإذا كان لديك مغناطيس متحرك فإنه سيؤثر على الشحنة وهذا يعتبر أبسط وصف لمعادلات ماكسويل ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الحلقة لنوضح ماذا تخبرنا كل معادلة المعادلة الأولى التي نراها على الشاشة تعرف باسم معادلة جاوس وتخبرنا هذه المعادلة أن شدة المجال الكهربي عند نقطة ما تساوي كثافة الشحنة رو مقسومة على ثابت النفاذية إبسلون بمعنى آخر السبب في أن المجال الكهربي لا يساوي الصفر هو وجود الشحنة الكهربية كما تخبرنا أيضا بشيء عن المجال الكهربي لنفترض أننا رسمنا كرة خيالية حول منطقة معينة في الفضاء وكان اتجاه المجال الكهربي في اتجاه الخروج من سطح الكرة نستنتج أن الشحنة الكلية داخل تلك الكرة موجبة وإذا كان اتجاه أسهم المجال للكهربي إلى الداخل نستنتج أن الشحنة الكلية داخل الكرة سالب وإذا كان عدد خطوط المجال التي تدخل الكرة يساوي عدد خطوط المجال التي تخرج منها نستنتج أن محصلة الشحنة داخل الكرة يساوي صفر كما وتوضح المعادلة أن لأي شحنة سيكون لها مجال كهربي وأن شدة هذا المجال تتناسب عكسياً مع ثابت النفذية الكعربية للفراغ والذي يسمى إبسلون نوت وهو ثابت عبر عن مقاومة الفضاء للمجال الكعربي نأتي الآن إلى المعادلة الثانية والتي تعرف باسم قانون جاوس للمغناطسية والتي تقول إذا كان لديك نفس الكرة الافتراضية ولكن بدلاً من وجود شحن بداخلها كان لديك مغناطيس فلن تجد ضغطة حيث تكون خطوط القوة المغناطسية كلها تشير إلى الخارج أو كلها تشير إلى الداخل دائماً ما تكون الخطوط المغناطسية التي تشير إلى اتجاه الخروج من الكرة يساوي الخطوط التي تشير إلى اتجاه الدخول على الكرة وستكون في شكل حلقات وذلك الاستحالة أن يكون داخل الكرة قطب مغناطيسي مفرد دائماً سيكون هناك قطبين حتى لو تم تقطيع المغناطيس وإذ ذالت القطب الشمالي فإن ذلك لن يجدي نفعاً لأنه ستحصل على مغناطيس أصغر مع قطبين والمعادلة الثالثة تسمى قانون فردي هذا القانون يخبرنا أنه إذا حركت مغناطيساً سيولد مجالاً كهربياً أو إذا تغير المجال المغناطيسي مع الزمن سيتولد مجالاً كهربياً ماذا يعني توليد مجال كهربي؟ يعني ببساطة أنه إذا وضعت شحن في ذلك المجال فإنها ستتأثر بقوة أي سوف تتسارع هذه الشحن هذه المعادلة تخبر المهندسين بكيفية توليد الكهرباء من المؤلدات يمكن استخدام مغناطيسات كبيرة وتدويرها وإذا وضعت سلكاً بالقرب منها أثناء تحريك المغناطيس فسيتم توليد الكهرباء في السلك يحدث ذلك لأن هناك شحنات كهربية في السلك المعدني تتأثر بالمجال الكهربي وتتحرك مولدة تياراً كهربياً المعادلة الرابعة هي قانون أمبير وهي ببساطة تقول أنه إذا كان هناك شحنة تتحرك في السلك أو إذا كان هناك السلك يمر به تياراً كهربياً فإنك تولد مجالاً معناطيسياً وبعبارة أخرى يمكن لسلكين أن ينجذبا لبعضهم البعض إذا كان هناك تيار يمر من خلالهم من المعادلة الرابعة يمكن حساب قوة المجال المغناطيسي وهذا يتطلب ثابت آخر يسمى ميونوت وهو معروف باسم السماحية المغناطيسية للفراغ يمكن اعتبار هذا الثابت معبراً عن مقاومة الفضاء لانتشار المجال المغناطيسي لاحظ أيضاً أن المعادلة الرابعة تحتوي على مقدارين المقدار الأول يمثل الشحنات الكهربية المتحركة التي يمكن أن تولد مجالاتها المغناطيسية والمقدار الثاني هو أن المجالات الكهربية المتغيرة مع الزمن تولد مجالات مغناطيسية فكر التوييد المجالات المغناطيسية من المجالات الكهربية كانت إضافة ماكسويل إلى قانون أمبير وهو ببساطة فكر فيها من تلقاء نفسه ولم تستند إلى أي تجربة اعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تناظر مع قانون فرديه لأنه إذا كانت المغناطيسات المتحركة قادرة على توليد مجالات كهربية فإن المجالات الكهربية المتحركة يجب أن تكون قادرة على توليد مجالات مغناطيسية وللملاحظة فإن الرمز نوت يشير إلى الفراغ ولكن إذا كنا نتحدث عن أي وسط آخر فسيكون الرمز المستخدم للنفاذية أو السماحية هو إبسلون وميو بدون كتابة نوت الآن إلى الجزء الأهم من هذه الحلقة وهو الجزء الثالث قد تقول في هذه المرحلة حسناً أنت تتحدث فقط عن الكهرباء والمغناطيس فما علاقة هذا بالضوء وهنا يأتي الجزء الأكثر إثارة للاهتمام لنأخذ ما استخلصناه من معادلات ماكسويل ونضعه الآن في استخدام عملي ضع نفسك مكان ماكسويل في هذه المرحلة أنت تعمل مع معادلات ومفاهيم لا يعرف عنها الكثير من الناس في أوائل الستينات من القرن التاسع عشر وتحاول رياضياً محرفة ما تخبرك به هذه المعادلات فتفكر بالقيام بتجربة فكري ماذا لو أخذت شحنة كهربية وضعتها على عمود وقمت بتحريكها للأعلى وللأسفل ماذا سيحدث؟ حسناً وفقاً لقانون أمبير إذا تغير المجال الكهربي مع الزمن فإنه سيولد مجالاً مغناطيسياً عمودياً عليه وبسبب الحركة المتغيرة للأعلى وللأسفل التي تقوم بها الشحنة فإن المجال المغناطيسي سيتغير أيضاً مع الزمن ووفقاً لقانون فراده فإن المجال المغناطيسي المتغير سيولد مجموعة جديدة من المجالات الكهربية الآن بما أن هذا الأمر سوف يتكرر مع المجالات الكهربية الجديدة أي أنها تتغير مع الزمن فإنها بدورها ستولد مجالات مغناطيسية جديدة والمجالات المغناطيسية المتغيرة الجديدة ستولد مزيداً من المجالات الكهربية وهكذا يصبح الأمر كحلقة مستمرة بدون توقف حيث تولد المجالات الكهربية مجالات مغناطيسية وتولد المجالات المغناطيسية مجالات كهربية كل منها يتولد نتيجة لحركة الآخر وبذلك تكون قد أنشأت موجة ذاتية الانتشار موجة لا تحتاج وسط موجة تنتشر في الفراغ بسبب حركة الجسيب المشهول حاول ماكسويل اكتشاف نوع الموجة التي أنشأها من تفسير معادلاته ومعرفة شكلها وحساب سرعة انتشارها قام ماكسويل بحساب السرعة باستخدام التفاضل والتكامل المتقدم وهو المجال الذي كان ماكسويل بارعا فيه لدرجة كبيرة وما توصل إليه ماكسويل هو أن واحد على مربع السرعة يساوي إبسلون نوت مضلوبة في ميو نوت وعندما حل المعادلة لإيجاد السرعة تجد أنها تساوي الجزر التربيعي لواحد على إبسلون نوت مضلوبة في ميو نوت إذن ما تخبرنا به المعادلات هو أن سرعة هذه الموجة يتناسب عكسياً مع ثابت النفازية وثابت السماحية للفراغ فهل هذا منطقي؟ حسناً، يمكن اعتبار النفازية أو السماحية كما ذكرت سابقاً على أنها مقاومة الفراغ لتشكيل مجالك عربي أو معنطيسي فكر في الأمر مثل اللزوجة فالسوائل الأكثر اللزوجة مثل الزيت أو العسل ستكون أصعب للسباحة خلالها مقارنة بالماء وبالمثل فإن موجة تنتقل عبر مادة ذات نفاذية وسمحية أقل ستنتشر بشكل أسرع الآن نأخذ القيم المقاسة لثابت النفاذية وثابت السماحية ونقوم ببعض الحسابات البسيطة ونجد أن الموجة التي تم إنشاؤها تتحرك بسرعة حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية وهذه السرعة هائلة فهذه الموجة يمكنها الدوران حول الأرض ما يقارب سبع مرات في الثانية أو الوصول إلى القمر في ثانية واحدة ما هو نوع الموجة التي تتحرك بهذه السرعة؟ وهنا المفاجأة حيث تذكر ماكسويل على الفور أن الفلك الإنجليزي جيمس برادلي قد حسب في عام 1728 سرعة الضوء وكانت حوالي 297 ألف كيلومتر في الثانية وهنا تتجلى براعة ماكسويل إنه اكتشف أن الضوء ما هو إلا موجة كهربية ومغناطيسية وهنا أصبحنا نقول أن الضوء هو موجة كهروماناطيسية تخيل معي كيف شعر ماكسويل عندما توصل إلى هذا الاكتشاب لم يستطع إثباته عمليا في ذلك الوقت ولكن بعد حوالي 20 عاما أثبت العالم هيرتز عمليا أن ماكسويل كان على حق وبقية القصة هي أنه بعد حوالي 40 عام وأنتم تعرفون ذلك تماما أن ألبريت آينشتاين أجرى المزيد من التجارب الفكرية مستندا على معادلات ماكسويل وخرج آينشتاين بنظرية النسبية الخاصة عام 1905 التي غيرت أفكارنا عن طبيعة الزمان والمكان وقد تحدثنا عن هذه التجارب الفكرية لآينشتاين في حالقة خاصة سأترك لك رابط هذه الحلقة في صندوق الوصف وفي نهاية هذه الرحلة التي أظهرت لنا عبقرية جيمس ماكسويل الذي كشف على الطبيعة كهروماناطيسية للضوء وأصبحنا نعرف السبب في أن الضوء يتكون من موجتين كهربية وماناطيسية أحدهما تولد الأخرى وأن مصدر هذه الموجة هو تذبذب جسعي مشحون ومع كل اكتشاف نقترب أكثر من فهم أسرار الكون الذي نعيش فيه إذا كنت متحمسا لاكتشاف المزيد حول الكون الذي نعيش فيه فالفيزياء هي الطريق إن أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وشاركها أيضا مع أصدقائك وإن كان لديك أي سؤال اتركه لنا في التعليقات وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع الفيزياء وحتى ذلك الوقت استردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته